الإدارة علم وعمل ويرهق من حولها أيضا من العاملين ولا ننصح بهذا المدير الذي يكون مركزيا ولكن المدير الآخر وهو المدير اللامركزي وهو المدير الذي يفوض السلطة للآخرين وهذا المدير نجده دائما هو قادرا وناجحا في أداء عماله لماذا؟ لأن تفوض السلطة الحقيقة يؤدي إلى المشاركة في القرار ويؤدي إلى التخفيف من الأعباء التي على عاتق المدير فلا يستطيع المدير أن يقوم بجميع أعمال المنظمة فلابد من تقسيم العمل ثم لابد من إعطاء التفاويض والصلاحيات للآخرين حتى أيضا يكون هناك فيه مرونة وسلاسة في اتخاذ القرارات وأيضا في تنفيذ هذه القرارات حتى يستفيد منها الآخرون ولا تتعطى المصالح الناس بسبب هذه المركزية لذلك نحن ننصح دائما المدير أن لا يكون مركزيا ولكن يكون لا مركزيا ويفوض السلطة والصلاحيات للآخرين حتى يحقق الأهداف المطلوبة الإدارة علم وعمل